بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الأولى استخدام بيانات التكاليف في اتخاذ القرارات المعلومات الملأمة relevant information هي المعلومات المؤثرة في اتخاذ القرار فالمعلومة الملأمة تحمل مضمون يجعلنا قد نفضل بديل قراري معين عن البدائل الأخرى والمعلومات الملأمة قد ترتبط بالتكاليف أو قد ترتبط بالمنافع ولذلك فإن هناك تكاليف ملأمة relevant cost منافع ملأمة relevant benefit التكاليف الملأمة relevant cost تسمى أيضا التدفقات النقدية الخارجة cash out flows وهي التي ترتبط بقرار معين ويشترط أن تكون التكاليف أو التدفقات النقدية الخارجة مرتبطة بالمستقبل الرقم واحد related to the future وأن تختلف من بديل آخر ده يعتبر رقم اثنين اللي هو الشرط التاني اللي هي difference between alternatives المنافع الملأمة relevant benefit تسمى أيضا التدفقات النقدية الدخلة cash inflows وهي التي ترتبط بقرار معين ويشترط أيضا أن تكون المنافع أو التدفقات النقدية الدخلة مرتبطة بالمستقبل هذا الشرط رقم واحد وأن تختلف من بديل آخر الشرط رقم اثنين كما هو الحل بالنسبة للتكاليف الملأمة اشتركوا في القناة